ومكملين معكم مشاهدين بفقراتنا الصباحية وهلأ وصلنا على الفقرة الرياضية بيتطلع الرياضيين وخاصة فئة الشباب ليبنوا أجسامهم بشكل جميل وبشكل سريع بيروحوا ليستخدموا الهرمونات والعقاقير والمكملات الغزائية طبعا بدون ما يدركوا شو هي مخاطرة بيتبعوه أحيانا بشكل عشوائي فلهيك رح نحكي أكتر عن هذا الموضوع شو هي اتباع الطرق الصحيحة لإستخدام أو لبناء الأجسام بطريقة صحيحة معنا الكوتش علي ديوب بطل جمهورية ومدرب ومشارك بعدة بطولات دولية سعد صباحك أهلا سباح الخير كوتش أهلا وسهلا بحضرتك أدي لك عم تلعب أول شي شي خمس سنين ما شاء الله يعني اليوم بخمس سنين أنت قدر يوم تبني هذا العضل من دون ما تروح لي الشي الهرموني تماما هلا إذا الواحد هي بتختلف من جينات شخص لتاني وحسب التزام الجينات بتلعب كتير دور كتير كبير وأهم شي الالتزام من ناحية التغذية وناحية التمرين فبريدك تعطيها كتير حقال اللعب اليوم بتعريفك بطل جمهورية ونحن دائما نعرف أنه صناعة البطل بحاجة لفترة وصناعة البطل اليوم مفروض تبلش بأعمار خلنا نقول بالطفولة أو المراهقين كرمان اليوم في تأسيس بالقصة ولكن اليوم أنت كسرت هي القاعدة ولكن اليوم إذا بدنا نروح رياضيا اليوم بشو بتنصح حضرتك اليوم بأي عمر مفروض يبلش؟ هلا يفضل هلا ممارسة رياضة بشكل عام بأي عمر في الواحد يمارسه ما فيه إلى عمر معين بس كلعبة كمال الأسام يفضل مثلا بعد 18 سنة لحتى الواحد يكون عضلاته جاهزة أعصابه جاهزة لحتى يبني عضلاته يلاقي نتيجة بتناسبه أو بترضيه بلعبة كمال الأسام طب كوتش خلينا نحكي عن تأثيرات هاي الهرمونات والمكملات الغذائية ومثل ما ذكرنا أنه المراهقين أو بأعمار صغيرة عم يلجأوا للنوادي أو حتى يعني الشباب بأعمار كبيرة عم يلجأوا عم ياخدوا بطريقة كتير عشوائية ما عم ينتبهوا لمدى مخاطرة ويمكن حتى في أشخاص سببت لهم جلطات ووفيات تماماً كتير انتشرت بالفترة الأخيرة تماماً هلا لابد كمال الأسام بيفوت الشب عليها بفكر أنه بشهر أو بشهرين ممكن نعمل عضلات هو هذا أكبر غلط يعني أنه بسرعة أنا لازم سعر عضلات تماماً هي بديها كتير صبور وبيديها كتير التزام وبيديها كتير التغذية فبيجي بشوف أحد رفقاته مثلاً آخذ مواد أو هرمون أو كذا ممكن يقلده يعني هاربتيكي فهذا أكبر غلط وهذا اللي بيخلي يوصل مستوى سيئ يعني كتبالما كوتش عم تيحكي بين الغلط والصح اليوم الغلط والصح معروفين ولكن اليوم بحلم الشباب اليوم أنهن سير هذا المنظر العضلي إلون صار شغف بالنسبة لشباب كتير اليوم رخي لا ترجبتك شو هو الصح ببناء الأجسام الرياضية الصح أنه الواحد يحترم طاقة جسمه أنه أنا مروقت مرة بالجيم مثلاً وأبني عضلات فرح يصير عملية تمزق عضلية مثلاً بالعضلات نحن لما نصير هاي العملية من روح البيت من نتغزة صح من نام صح من نرتاح صح هون بيصير في عملية ترميم لهذا التمزق وبيصير في بناء عضلات تمام فأهم شي الواحد يحترم طاقته على قد ما بيتمرن يتغزة مو هو يفكر بناء العضلات رح يصير بالجين بشيء الأوزان هو هذا البرغلق تمام بناء العضلات بيصير بالبيت بالراحة وبالأكل فقط تمام شو اللي أكتر ممكن أنه يستخدموا هلأ بيروحوا للبروتين حتى منشوف هاي علاب البروتين البودرة كمان هي ضارة مثل ما ذكرنا شو هي الشغلات اللي ممكن الرياضي يبني جسمه مع التمارين أكلات خلينا نحكي عن الأكل الصحي اللي ممكن يلجأ له هلأ أهم شي تكون المكونات الأكل الكاملة من بروتين ودهون صحية وكارب البروتين معروف يعني مثلا صدرجاج تونة بيض أي منتجات حيوانية الكارب معروف الرز ماكرونا بطاطا مسلوقة ودهون صحية صفار بيت زيت زيتون مكسرات بشكل عام فنحنا لازم نكون وجبتنا كاملة متكاملة من كل هاي الوجبات من بروتين وكارب ودهون صحية اللي حتى يصير في بناء عضلات فينا نقول المكملات الغذائية أو الهرمونات اللي عم ياخدوها هي بتكون أرخص كمان مبس أسرع حتى بي الجولة؟ هلا أول شعر ما فينا نحنا نقارن المكملات الغذائية بالهرمونات المكملات الغذائية بيحتاجها لعدكم على الأسسام لأن أحيانا في عالم ما بتكون قادرة تكمن بس إلى طريقة معينة لتناولة طبعا هلا هي حسب احتياج الجسم ما في أخذ كمية الكبيرة منها بالضر ونفس الوقت مساء أنا بحاجة مثلا نفترض 150 جرام من البروتين باليوم ما أنا قادر حصله من الأكل ممكن تلتجي للمكملات الغذائية الهرمون شيطان طيب بعيد كثير عن هذا الموضوع خلينا نركز على عنوان الهرمون اليوم في أضرار حتى لو أنت اليوم عم تاخده ما عندك ما عم نروح مثلا لمشاكل كثير خطيرة ولكن اليوم تأثيره جدا سيء إذا ما كان بنسب معتدلي إذا ما كان بي مثل ما نحترم طاقة أجسامنا والنسبة المفروض نحنا ناخذة يعني ما نروح نحنا ناخد أكتر منفرش أكتر يعني شو أعمل اليوم الأخطار اللي ممكن يصلى إليها الشخص بالهرمونات هلا يعني أكبر غلط ممكن واحد يوصلوا بالهرمونات هلا في كثير عالم تختلف هي من جسم حسب جيناتو تماما في عالم مثلا ممكن يطلع لها كثير حبي جسمة ينتشر الحبي جسمة ممكن يصيبها ضعف مثل قريب أو كذا أو كثير ضعف مناعة يعني إذا حدا عنده مشاكل بالإنجاب أو كذا إذا في مشاكل بالأساس ممكن تزيد والكوتش بيمنع بهذه الحالة ممنوع إذا كان في مشكلة بالإنجاب طبعا طبعا أصلا قبل أخذ أي مواد من الشيطات أو كذا تجب أن يكون في تحاليل كاملة للكبد والحيوان المنوية طب كوتش ذكرت أنه بتعطوها بطريقة أو في تحاليل طيب بالنسبة للنوادي اللي عم تعطي هذا الشي بطريقة عشوائية وفعلا عم تسبب كتير يعني خطر حتى خوف يعني أنه صارت من روحة أنه النوادي قديش لازم يكون فيه رقابة على هذا الموضوع هلا هو لازم بترجع لضمير الكوتش أنه الواحد أنت كان مدرب لازم أنت عنه بني ما تعفو دائل قصة تجارة تماما ما التاجر بالشخص أنت نهاية عم التاجر ببني آدم صحة فهذا أكبر غلط يعني هي بترجع لضمير الشخص ووعي اللاعب اللي بده يأخذ يعرف شو صح وشو غلط طيب كوتش خلينا نرجع اليوم للمستوى السوري اليوم وقتل منقول البطل الجمهورية نحن نرى بعض الأنثيرتات على الشاشة نترافق خلال الفقراء هذا البطل اليوم بده يمثل بلده بالخارج اليوم تشتغلوا لهذه الفكرة هل تدعموا اليوم الأطفال يكونوا أبطال مستقبل بالأيام الجاي؟ طبعا لابت كمان لأسام هي بنهاية للشخص نفسه غير أنه بلد كامل يعني أنت لما تفوت على لابت كمان لأسام تبني جسم أول شيء نعم تبني للحالي أنه أنا لحتى العالم تشوفني بشكل حلو بجسم رياضي بجسم نشيط فهذا شيء لأيلي بالنهاية وبطل اسم ممكن اسم لأيلي يصير مثل معروف الكوتش الفلاني يأخذ بطولات كذا فهي شريك كتير حلوة وحلوة والأكبر والواحد برفع رأس فيه أنه يمثل بلده بره عم تشتغل عليها أنت؟ بزن الله طبعا عم تشتغل عليها اليوم؟ يعني اليوم فيه هكذا مؤسس عندك اليوم وفينا نقول أنه هو مشروع بطل طبعا كتير عندهم لعبين هلاء حاليا جاهزين لحتى السنة الجاية يفوتوا بطولات بزن الله طب شو هو العمر المناسب كوتش لبناء الجسم خلينا نقول لأنه كتير مثلا أهالي بيقولوا بيبلش بالـ 12-13 سنة أنه بديو يلعب بحديد أو يبني جسمه بيقولوله لسه بكير بيأثر على نموك هل هذا الشيء صحيح؟ لا بالعكس العبت كمال الأسلام بتساعده للنمو الزائد لأنه ترفع هرمون النمو عند الشخص برفع الأوزان وكذا بس أنا مفضل قلت لعبة الحديد لعبة الحديد خاصة لحتى الواحد يرفع لحتى يبني فيه عضلات ويصير عنده عضلات ونتيجة مرضية له شو هو العمر الأنسب؟ فوق 18 18 وما فوق لحتى يلاقي نتيجة ترضية ويصير عنده جسم كوتش نحن ما بننفوت بموضوع الدعم اليوم لحتى أنت تقدر تصنع بطل يوم بحاجة لدعم كتير كبير يعني نحن نعرف الوضع الرياضي عنا بالبلاد فما ندخل بهذه التفاصيل خلي اليوم الدعم منكم بشكل شخصي يعني نحن نعرف اليوم أي سفر أي تمثيل دولي خارج سوريا اليوم أنتو بحاجة معادياً كتير يعني لحتى تقدروا تمثلوا بشكل صح هي ممكن تكون أحد الصعوبات إذا رحنا هيك بشكل سريع لأهم الصعوبات اللي ممكن تترافق معكم بمسيرتكم المسير التجهيز البطولي هي مكلفة كتير كتير مكلفة وحالة نفسية صعبة فأنت تمرى بالنظام حمي كتير قاسي من ناحية الأكل والشرب فأنت بجي تكوني دقيقة بكل وجباتك بكل أكل شربك فهذا شيء شوي صعب نفسياً الواحد بتغير تعاونه مع أقرب الناس دائله نفسياً تحسيه بعيد عن كل العالم فهي فترة كتير صعبة وكتير حلوة بنفس الوقت إنه بس الواحد طلع ولا نتيجة حلوة ترضيه وكذا وهيك فهو رح ينسكل شيء أكيد يعني بدنا نتمنى التوفيق للكل ولكل اللي حابب يبني جسمه بطريقة صحيحة وسليمة وأكيد ينتبه للأمور اللي بتضره بدنا نتشكر كوتش لهي المعلومات اللي قدمت لنا ياه مشكورة شكراً للي نتمنى لكم هيك مستقبل رياضي بليء بالطاقات اللي عندكم بليء باسم سوريا خارجية نحنا نتمنى مشوفكم اسماء دولية شكراً كوتش لحضورك شكراً لك شكراً لك